هي متعلقة بجريدة الوطن الوطن عامليه ملف خاص حلو الملف الخاص بتاع الوطن المراضي عن العفو الرئاسي بص مختارين العنوان ازاي وهروح لك على حاجة متعلقة بالاخراج الصحفي يعني لو حبيت وحاجة تانية متعلقة بازاي الصحافة تقدم لك المعلومة بمنتهى السلاسة واليسر وده بالمناسبة الاصل في العمل الصحفي ان ما يبقاش فيه فزلكة انها تبقى مسألة سالسة اولا قالك العفو الرئاسي مصر بتفرح وده حقيقي خد بالك انه مصر بتفرح بخروج احد من اولادها المحترمين اللي بيحبوها وبيحبوا بلدهم مهما كان الاختلاف وجهة النظر فاعجبني العنوان ده طيب بص بقى فيه عندين هنا عنوان فرعي لطيف جدا وده اكتر حاجة عجبني ده بجد مصر تتسع للجميع بص بقى هو بيلخص لك العفو الرئاسي في نقاط سريعة هي دي بقى السلاسة واليسر 16 يونيو سنة 20-22 الافراج عن تاني مجموعة من قوائم العفور السبعة يوليو الافراج عن تسعين 16 يوليو الافراج طبعا الخط صغير عشان مال عن موبايل ولبس النظارة وبرده مش شايف انا عجزت قوي احمد الخطيب صحبي صديقي اخوي يعني انا مش عارف اقرى يا احمد عشان انا عجزت احمد انا تعيبت اقوي احمد 16 يوليو 22-22 29 يوليو 22-22 17 اغسطش عشرين اتنين وعشرين 9 سبتمبر عشرين اتنين وعشرين 15 سبتمبر عشرين اتنين وعشرين دي حاجة حلوة العفو هنا بقى العنوان الرئيسي العفو الرئاسي مستمر مصر بتفرح وحطين بقى تصريحات من السياسيين والحقوقيين وما الى ذلك ده التأكيد بالمناسبة هنا بقى الوطن بتوصلك لفين التأكيد بمنتهى الجلاء بمنتهى الوضوح على انه مصر عندها تصور كامل شامل مبني على استراتيجيتها الوطنية لحقوق الانسان مصر ما بتعملش حاجة لاجل الاستهلاك الاعلامي او الصحفي مصر ما بتعملش حاجة لاجل العنوانة السياسية ونروح هي مصر بتشتغل بجد لما تم تشكيل لجنة او تفعيل لجنة العفو الرئاسي بقرار من فخامة الرئيس على طول اتشكلت اللجنة وتم اعادة عمالها وعلى طول بدأت تعمل القوايم بتاعتها علشان الولاد ياخدوا العفو لما تم تشكيل او اطلاق الحوار الوطني برضو بتوجيه وبقرار من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على طول اشتغلنا على الحوار الوطني وتعمل مجلس الامنة وروعي في ذلك لانه حوارا وطنيا فروعي يعني لازم يلم الشامل يعني لازم يبقى في كل وجهات النظر فروعي حتى في تشكيل مجلس امناء الحوار التنوعات الفكرية والايديولوجية وما الى ذلك مهما كانت الاراء فيها اختلاف مهما كان ده لبرالي وده في منتهى الاشتراكية او حتى الشيوعية المطلقة مش حاجة اسمها كده حاجة اسمها ده حوار وطني الكل يجب ان يمثل طيب لما تيجي تشوف انه مصر وهي تضرب هذا المثل مش بس قدام قرتها الام ولا بس قدام وطنها الاكبر الوطن العربي لكن قدام العالم لما مصر بتتكلم على حقوق انسانية بتتكلم بجد لما مصر قلت انه عندي استراتيجية واضحة لحقوق الانسانية بتتكلم بجد لما مصر تقول عفو رئاسي بتتكلم بجد لما مصر تقول حوار وطني سياسي واقتصادي واجتماعي لالعناوين الرئيسية بتتكلم بجد لما أصرقلت يا مناخ بتتكلم بجد يعني ليه العنوين دي صدرة مناسبة من الوطن طبعا لأنه أكيد حضراتكم أكيد تباعته أعلنت لجنة العفو الرئاسي إنهاء إجراء إخلاء سبيل عدد 30 من المحبوسين احتياطيا خد بالك محبوسين احتياطيا وفقا للقواعد المنظمة لعمل اللجنة تعالي أقولك في الحتة دي بس لقطة صغلطتها العفو الرئاسي بالأساس بيصدر لمين مش للحبس اللي احتياطي أصله مش كده خالص أصله إنه يصدر للناس اللي صدر ضدها أحكام نهائية نافذة وإنه يكون المحكومة عليه خد بالك بقى بدأ ينفذ الحكم فعلا ثم يحدث أو يقدم الالتماس من اللجنة إلخي 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 إلى أن يصل إلى الرئيس فيبدأ الرئيس ياخد القرار حلو كده كلنا كنا بنتكلم عن الحبس الاحتياطي كلنا دون استثناء المتفق والمختلف المعارضة والمولاة إن حبيت تسميها بالتعبيرين دول ماشي؟ فتجد إن العفو الرئاسي أصبح كمان بيذهب إلى الحبس الاحتياطي ده في إطار إيه؟ في إطار إن الدولة متسعة الأفق الرئيس الدولة مؤسسات الدولة الدولة الجمهورية الجديدة لديها من الأفق المتسع ورحابة الصدر والانفتاح إلى إيه؟ تزليل أي عقبة قدام حوار وطني حقيقي قدام أي حاجة قد تعوق تبادل وجهات النظر والاختلافات في الرأي التي لا يجب أبدا أن تفسد للود ولا للقضية الوطنية أي قضية أخرى